إيه اللي بيؤدي أصلا أن يكون شكل جسمي فيه لخبطة كده هل فيه عادات معينة بعملها في عوامل جينية أو وراثية هو أسباب السمنة الموضعية كتيرة نمرأ واحد الجينات وتعامل الدراسات لقوا إنما يكون أحد الوالدين عنده كرش فرصة إن الأبناء مع وجود العادات السيئة في التغذية داخل هذا المنزل هيبقى 40% عنده فرصة نرجلوا كرش لكن لو الأب والأم يعني كلا الوالدين عندهم كرش الفرصة بتزيد إلى 80% طبعا طبعا إذن الأب والأم لو بقى عندهم زيادة في محيط الوسطة هيأثر على الأبناء بنسبة 80% لكن هو السؤال هل بالضرورة يعني هذه العلاقة تخضع لقوانين الوراثة اللي الناس عارفينها بقوانين مندل لا طبعا عشان ما حدش يعني أنت عارفة ساعات بتلكيه يقول لك ما أنا بابا كده ما أنا ماما كده ما تعالج بقى ما فيش فايدة لا لا أنت لو زبطت حياتك وزبطت طريقة أكلك وابتديت تبقى تسلك مسلك صحي مش هيحصل لك هذا الكلام هتوفركم الجين هتتغلب على الجين اللي موجود عندك وهتبقى صحتك بيس ده التشجيح حلو قوي لكن من ضمن العادات اللي الناس بتتورصها كده يقول إيه إنه الرجالة مثلا مش هشرب مية وسط الأكل عشان دي بتعمل كرش الكلام ده مظبوط لا مش مظبوط بردك هنقول يعني إيه اللي تشرب المية دي إحدى أسباب سمنة البطن إنه ما مشربش مية لأن إنت لازم تشرب مية عشان تحرق مش هتشرب مية مش هتحرق والناس اللي بتعمل تخصيص يقول لك أنا ماشي على النظام بحزفيره تسأليه تشرب مية؟ مشربش مية بردك فيه يعني أعتقاد بردك سائق جدا أن الإخراج انتظام عملية الإخراج أن الشخص يخش الطايلت كل يوم الصبح دي عملية مهمة جدا في كل مراكز التخصيص بره اللي ما بيعملش طايلات الصبح لازم يعملوا له حق نشر جاي لأنه لازم تتخلص من بواقي الطعام لأنه لما تخلصتش منها السموم بتنتشر داخل الجسم وتمنع نزول الوزن فدي مشكلة كبيرة جدا في دي حاجات يعني دي علامة تقول إنه في مشكلة معينة لازم تلجأ لطبيب عشان تحله طبعا وبعدين الإمساك ده يعني فيه جزء من العائلات بتعارفة بتبقى إيه الإمساك ده مش في العائلة تلاقي الأم وبناتها تلاقي الأب وولاده تلاقي عندهم مشكلة إمساك الثقافة المصرية يقول لك أنا مش هاخد ملين ما أنا هتعود عليه طب أنت مش هتاخد ملين هتجرب طبعا الحاجات الطبيعية اللي احنا بنقول نأكل فاكة كتير ونأكل قدر كتير ونشرب مياه ونشرب مياه افرض الكلام ده ما نفعشي لأن أنت عندك جين الإمساك يعني حركة الأمعاء غير نشيطة يبقى لازم هتاخد ملينات وفي ملينات طبعية كتير اللي هو ورق السلاميكة مثلا الشاي الرويل أو شاي الرجيم دي حاجات السلاميكة دي موجودة عند العطار بس يعني بعض الناس كتب تقول إنه الشاي اللي بيبقى معمول علشان الرجيم ده لي أثار سلبية فبلاش نشربه يا فندم أنا مش بقول للواحد شربه وإنت سليم إنت عندك مشكلة في الإمساك عندك إمساك مزمن فأنت بتستعين بالشاي الرويل أو بتستعين قدما المشكلة تخلص ما فيه الناس اللي هم جيناتهم كده المشكلة ما بتخلص وبعدين هتطر استخدم فيه أدوية إمساك كتيرة يمكن تسأليني يا نانسي طب ليه أدوية إمساك كتيرة لأن المشكلة لو أنت مشيت على صنف واحد من إدوية الإمساك بعد فترة جسمي بتتعود عليه بش هيبقى لي أي تأثير ما بيعملش حاجة فأضطر تغيره فعشان كده إن الأصناف عديدة جدا لأنك وبعدين ساعات أجل أعمل كومبينيشن ما بين قديله مشروب طبيعي مثلا ورق السلاميكة وقدم معاه مثلا دواء يعني فهما بتعمل كومبينيش ده ما توصل إلى المرحلة تبقى العملية صعبة جدا إن الإمساك لكن الإمساك بيؤثر على عملية التخصيص طيب فيه أنواع معينة من الأكل أو عادات غذائية غلط بنعملها بتؤدي لسمنة موضوعية؟ أكيد 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 بس قبل من روح للعادات الغذائية ساعات بيبقى فيه سبب مرضي عند الشخص يعني عنده مشكلة مثلا في الغدى الدرقية عنده مشكلة في الغدى القذرية الكلام ده كله لازم طبيب التخذية بتاعه من أول زيارة يبقى عارف وضع الكلايم بتاعه وضع المريض بتاعه إيه هل عنده مشكلة في الغدى الصماء سواء غدى الدرقية أو غدى قذرية أو أي غدى تانية عملانه مشكلة وهي المسببها لازم تتعالج لأنه مهما عملتي مش هتصلاحي حاجة إلا أنت صلحتي مشكلة الغدى لكن بنقول أن نظام حياة الشخص له دور كبير جدا جدا في السبنة الموضعية واحد التخذية هتكلم عن الطعام وممكن أن نكلم مرة بالتفصيل عن الكلام لكن بقول الطعام كموعيد لازم تكون موعيد منتظم ككمية نظام الطبق الحرمي ده إن أنا الطبقة تخلي open buffet وتفرج المنظر يعني طبقة ما إن شاء الله ما تاخد شوية صغارين ولو عزت زود زود يعني كميات النوعية نوعية الأكل ممكن أنا أكل مكارونا مسلوقة ممكن أحط عليها شوية سوس أحمر كده صلصة بس بدون سمنة دهون بدون دهون ممكن وممكن أكل بقى أروح to the other way مكارونا بالبشاميل مكارونا بالهويت سوس نحن بنتفنن إننا نعمل الأكل بالشكل المكارونا بالهويت سوس طبعا هنا كل ما بتتفنني كل ما بتزودي صعرات الوجبة بتاعك طبعا كل ما زادت صعرات عن احتياجك ها الجسم بيحول زيادة إلى دهون ايجي بقولت الكيميات قلت النوعيات والموعيد والموعيد قلت طريقة الطحي طريقة الطحي دي مشكلة كبيرة جدا اه أنا باكل مشوي لكن يعني بخلي قطعة اللحمة أو الفراخ مباشرة ملمسة للنار فبتتحرق وتبص تلاقي الناس بتستمتعوا خاصة الشباب يقول لك يا عال حت المحروقة دي جميلة جدا طبعا ده سيء جدا لأن اللحمة المحروقة أو الفراخ المحروقة أو الرز اللي في أعر الحلة المحروقة والأمة الدين لأن ابنها بيحب الرز المحروقة ده حاجة سيئة جدا لأنها تكرارها بيؤدي إلى مشاكل ممكن تؤدي إلى الأمراض الخبيثة فعشان كده بنقول أن الطعام هو ممكن يكون نعمة وممكن يكون نقمة إذا كانت بطريقة صح حتى تنعب بالصحة وإذا كانت بطريقة غلط هيبقى عندك مشاكل صحية إحنا كده عرفنا السمنة الموضوعية وعرفنا الأسباب الخاصة بيها وكل واحد يقدر يحدد أنا أقول لهم باردك النقطة التانية اللي تكلمنا عليها بنركز عليها هي المياه شرب كمية كافية من المياه ده مهم جدا النقطة التالتة والأخيرة اللي هي ممارسة الرياضة ما تبقاش قاعد كده جنب التلفزيون وحتولي كوبات المياه وحتولي الرمود كنترول التكنولوجيا دي هي اللي خلت أنه نسب زيادة السمنة الموضوعية اليومين دول بقت عالية جدا لأنه كلنا أعزين والناس تتخانم أبو عضا لأنه عاوز يركن جنب البيت بتاعه وفيه واحد خد مكان وما تركن بيت شوية وتتمشي اشتركوا في القناة